صباح الخير ازايكم ما وصلنا الفيديو رقم 197 في سلسلتنا كابسولة الصباح الموضوع بتاعنا النهاردة بعنوان والموضوع ده شبه الموضوع بتاع مبارح كده برضو الحقيقة من كتابات ستيفن كوفي اللي كتب الكتاب على عكس الرحلة الطويلة بتاعتنا مع كتابات والسبب ان انا حاسيت ان فيه كان موضوع كده من كتاب بتاع ما ينفعش ينقفل بيهم الرحلة بتاعتنا ونقفل بيهم السلسلة بتاعتنا يوم الخميس ان شاء الله بالحلقة 200 من غير ما نكون نتكلمنا فيهم موضوع being a transformational person بيتكلم عن ان انت تبقى شخص بتاع تحول بتاع transformation مش بس ان انت اللي تعمل لنفسك transformation في growth والdevelopment والتطور بتاعك او بتاعك لا ان انت تبقى شخص الامور السلبية بتيجي عندك او عندك ويحصل الله تحول اي حاجة سلبية بتيجي عندك يحصل الله تحول يعني زي ايه يعني باختصار لما تكون انت شخص علشان مثلا اول ما جت شغلك ما حدش علمك ما حدش ساعدك تعبت كتير دي حاجات متعبة حاجات سلبية لما ييجي حد جديد عليك الحاجة السلبية اللي حصلت فيك يحصل الله تحول وتطلع من انت حاجة ايجابية يعني نفس اللي تعمل فيك ما تعملوش في الناس باختصار الحاجة الوحشة اللي انت عشتها او جربتها ما تعملهاش في الناس برضو يبقى الامور السلبية بتيجي عندك وتتحول انت شخص الناس بتساعد الناس بتاخد بأيديهم بيطلع من عندك تجربة ايجابية مثلا يومك وحش يومك ماشي وحش طول النهار الدنيا مزعجة شغل في مشاكل الطريق مش زابط معاك حاجة لقدر الله حصلت في العربية روحت البيت الظروف السيئة ما تطلعش من عندك على عيالك او على اسرتك وخلاص لأ حصل لها التحول قدرت ان انت تتحكم في نفسك قدرت ان انت تبقى هادي شوية قدرت ان انت يشوفوا منك ناحية ايجابية مش علشان ضغط على نفسك مش علشان ضغط على نفسك ولا ضغط على نفسك وانما لأ الترانسفورميشن معناها انه الناجاتف اكشنز اللي بتحصل لك ما بتطلعش من عندك كمان ناجاتف ري اكشنز وانما بيحصل عندها تحول بيحصل عندها ايه تحول الاكشن اللي حصل عليك السلبي ما بيصدرش عنك ري اكشن سلبي على طول بيبقى فيه شوية وقت اهدمهم او شوية وقت تتفكر فالدينة تطلع عندك متحولة زيها برضو زي ايه قاعد بتتناقش مع حد مثلا في الشغل ولا حد من صحابك وبينرفزك وبقطعك في الكلام قالك كلام يدايق قبل ما يكون ده ناجاتف اكشن حصل علي فعل سلبي قبل ما يصدر عني رد الفعل السلبي على طول حصل ترانسفورميشن خدت شوية وقت على ما فكر عشان يحصل الكلام دي يحصل له التحول ويصدر مني بشكل مختلف يبقى ترانسفورميشن ال بيرسن باختصار معناها انك خد شوية وقت فكر وخلي الامور اللي بتصدر عنك ما هياش زي يعني خليك نقطة تحول في حياة الناس اللي حواليك ردود افعالك تجاه الحاجة السلبية اللي بتحصل فيك مش هي هي حد زعلني هزعله الدنيا مدايقاني هدايقكو لا دي يحصل فيه تحول الدنيا تعبتني طول النهار هتعبكو اخر النهار انا ارفان بقالي قد كده هقرفكو معايا لا يبقى هي جزء من ان انت تبقى انسان ده مبادرة مبادرة ايجابية ان انت اللي تبقى انت بتعتبر نفسك شايل مسئولية حياتك والحياة والظروف اللي حواليك حصل لك حاجة بتاخد اللقطة النفس السانيتين على ما نهضمهم وبتبقى عن وعي واخد قرار او واخد قرار انه انا هكون شخص انا الدنيا الوحشة اي حاجة وحشة بتحصل لي مش هطلعها عن الناس وخلاص انا الدنيا الحاجات دي الظروف دي هتيجي عندي انا ويحصل لها كلام ده بقى تقدر تشوفه في قائد كويس تشوفه في مانجر كويس تقدر تشوفه في تيم ليدر كويس اي حد حتى لو اي زميل ما انت شوال حاجة من الحاجات دي ومجرد يعني زميل في وسط تيم تبقى انت عامل حسابك انه انا مش هطلع عن ناس اللي انا اللي حصل لي انا هيحصل عندي وهوصل للناس حاجة ايجابية هو اختيار ومينسات بنختار ان احنا نعيشها وبتبقى مفيدة جدا وبتزود بتاعنا عن الناس بتزود الليدرشيب بتاعتنا مع الناس بتزود فرصنا في ان احنا نبقى لان انت هنا الناس بتحب بتبقى حواليك الناس بترتاح تتعامل معك وتقوى معاكي ليه؟ لانه مش منتش زي ايه؟ منتش زي الميا والهوى كده مالوش طعم ولا لون وريحة واي حاجة بتحصل لك بتعدي منك وتخبط فيهم وتلطش فيهم الناس بتحب تتحامى فيك لانه عارفين ان انت شخص ترانسفورميشن لانت هتبقى حاميهم من الزروف التانية اللي بتحصل حواليك بتيجي فتزورف دي لغاية عندك يحصل لها ترانسفورميشن تصدر عندك بشكل مختلف ده كان الموضوع بتاع اعتقد ان هو موضوع مهم ان احنا نتبنى هيفرق معنا كتير في التأثير بتاعنا وفي النجاح بتاعنا وبجيب سيرة النجاح لان افكركم تاني يوم الحد اللي جاي هيكون عندنا بتاعتنا من ستة لتمانية مساء في التجمع الخامس هسيب لكم في اول للي حابب يرجستر ويبعث لي عشان نحجز المكان بتاعنا بعنوان خمس مفاتيح نفك شفرة النجاح كل واحد يجيب والواحد واحد يجيب مع ورقة وقلم علشان هنكتب الاهداف بتاعتنا بتاعت السنة الجديدة ان شاء الله ونعرف كمان ازاي بقى همه الخمس مفاتيح اللي يساعدونا ان احنا فعلا نحقق الاهداف دي واي اهداف تانية في حياتي عشان نفك شفرة قصة النجاح اشوفكم ان شاء الله ده يوم الحد وبكرة في فيديو جديد بإذن الله وصباحه جميل مع السلامة